بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المسنف رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الحديث عن عبي سعيد الخدري رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزن علما ونسألك اللهم علما نافعا وقاما خاشعا ونسأنا ذاكرا وعمالا صالحا منتقبنا وتجارة اللاتبور ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشع ومن عني لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم رب جهيل ومكايل وإسرافيل قاطر السماوات ورض عالم غيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك تهدي من نشاو إلى التصاطي المستقيم اللهم لا سهل إلا ما جلت وسهل وانت تجعل الحزن إلى شيء سهل هذا هو الحديث التاسع في حديث مواقف الصلاة وهو في الأوقات المنهي عنها في الأوقات المنهي عنها أو المنهي عن الصلاة فيها قال عبد الله بن عباس الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تسرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب هذا الحديث يبين أوقات النهي أي الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها فقال شهد عندي شهد هنا بمعنى بينا أو أعلم ليس بمعنى الشهادة التي للإثبات للإثبات شيء أو نفيه لا كيقول العزوز شهد الله أنه لا إله له يعني بينا وأعلم فهنا يقول شهد بمعنى أخبرني وأنبأني وأعلمني ليس المقام مقام إثبات أو مقام اتهام أو مقام تحقيق أو تثبيت لا إن المقام إخبار المقام مقام إخبار فقال شهد عندي رجال مرضيون المرضيون بمعنى يريد عبد الله يعني أن يبين أنه مستوثق من هذا الخبر لا أن المخبرين فيهم وفيهم لا أولا قطعا عند أهل السنة والجماعة أن كل الصحابة عدود ولا شك الصحابة رضو الله يعلم كلهم عدود فقالهم مرضيون بمعنى هو كأنه يخبر عن أنه متثبت أنه هو متثبت من الخبر لا أن لا أن في الصحابة من يعني أن فيهم مرضي وغير مرضي حاشا حاشا وكلا أن يكون هذا المراد أو أن ابن عباس يعني في نفسي شيء من الصحابة حاشا وكلا وإن أمراد أن يبين أنه هو مستوثق من الخبر وأنه حافظ لما سمع وقال وأرضاهم عمر بمعنى أنهم كل ثقات ومرضيون وعمر حسبك به معلوم أن عمر هو الثالث بعد أبي بكر الرسول صلى الله لا يكاد يقول إلا جيت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر فكان هو الثالث رضي الله وأنه أرضاه ولهذا قال وأرضاهم عندي عمر شاهد عندي رجال مرضيون الحافظ بالحجر يقول لم يقع لنا تسمية هؤلاء المرضيين يبقى عنه معلوم متعرفون أن الحافظ بالحجر الحافظ رحمه الله وهو من هو في علمه ولسه ما في الحديث والرجال والاستقصاء يعني كتابه فتح الباري الذي قال فيه العلماء لا هجرة بعد الفتح ولا كتاب بعد الفتح لأنه جلس يؤلف يؤلف فيه عشرين عاما وكان يستقصي قدر ما يستطيع من استقصاء فمن محاولات استقصائه أن يحاول أن يرى أو يتعرف على هؤلاء المرضيين الذين أخبر عنهم ابن عباس هذا الخبر بمعنى أنه رواه عن جملة من الصحابة معلومة ابن عباس صغير يعني توفي النبي صلى الله وعلم هو في البلوغ الرابعة التاسرة والخمسة عشرة وليهب مع أنه من المكترين لكن أكثر ما يرويه عن الصحابة عن الكبار لكنه عادة الصحابة لا يذكر بل روا عنهم الصحابة حينما يروي عن غيره مؤكد أبو هرير رضي عنه أبو هرير أيضا سامه متأخرا كما السابع في خيبر جاء متأخرا ومع هذا من المكترين شيء يرويه وشيء يرويه مباشرة من النبي صلى الله عنه وشيء عن الصحابة لكنه لا يذكر من الصحابة لأنهم كلهم ثقات وكلهم عدول كذلك ابن عباس يعني أغلب ما يرويه هو بالواسطة ليس كله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يقول شهيد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح أوقات النهي بالاختصال ثلاثة وبالبسط خمسة أوقات النهي عن الصلاة طبعا المقصود الصلاة هنا صلاة النافلة حينما يتكلف العلماء عن أوقات النهي يعني النافلة أما الفريضة فليس في وقت نهي فالإنسان يصلي حال ما تجي عليه الصلاة إن كان نسيها مثلا وذكرها في وقت النهي فأن يصلي في وقت النهي فالكلام حينما يقول العلماء أن نهي عن الصلاة في وقات النهي مرادهم النافلة أما الفريضة فليس هناك وقت نهي عنها إنما تصلى حالما إما أن يحين وقتها وإما أن تجيب على المكلف إما لأنه كان نائما فاستيقظ أو كان ناسيا فتذكر أو كان من عليه فأفاق إلى آخره المقصود أن الفريضة ليس لا يحجب وقت تصلى في أي وقت ولهذا يخطي بعض الناس حيانا حينما تفوت وصلاة الظهر ينتظر حتى يأتي الظهر الثاني هذا غصحه أو العشاء أن العشاء ما تصلى إلا مع العشاء والظهر مع الظهر هذا غصحه الصلاة الفائتة تصلى حالا حال ما يرتفع العذر عن المعذور يصلي فورا سواء كان في وقت اختيار أو في وقت نهي أو في وقت ضرورة فالكلام في أوقات النهي هو عن الصلاة النافية عن الصلاة النافية المقصود أن أوقات النهي بالاختصار ثلاثة وهي من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن بعد وحين يقوم مقايم الظهيرة ومن بعد صلاة العصر حتى تغلق الشمس هذه الأوقات الثلاثة بالاختصار أما بالبسط فالأول من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس الثاني من طلوعها حتى ترتفع حتى ترتفع قيد رمح وثالث حين يقوم مقائم الظهيرة وسوف نبينه إن شاء الله والرابع من صلاة العصر حتى تغيب الشمس الخامس من بدء غيابها حتى تختفي إذن هذه الصلاة بالبسط خمسة وبالاختصار ثلاثة الوقت الأول هو من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح وبعض علماء يقول لا بعد دخول وقت الصبح لا المقصود بعد صلاة الصبح بمعنى أنه إذا قلنا الآن صلاة الصبح في مكة يدخل وقت الساعة الرابعة و44 دقيقة مثلا وأنت لم تصلي إلى الساعة الخامس وعشر دقائق ما بين 44 إلى 15 هذا ليس وقت نهي بالنسبة لك يبدأ وقت النهي من الساعة 15 إذا صليت بمعنى أن وقت النهي يبدأ بعد أن تنتهي من ساعة الصبح أما ما قبل الصبح وإن كان قد دخل الوقت فإن هو وقت نهي على الراجح وإلا بعض العلماء يقول لا إن المقصود من دخول وقت الصلاة لكن هذا ليس ظاهرا فنهى عن الصلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح وسوف يأتي بكلام في بعض الحديث بعد الصلاة الصبح وصلاة العصر إلى آخرين نهى عن الصلاة بعد الصبح فالوقت الأول من بعد الصلاة الصبح إلى أن تشرق الشبس بمعنى تبدأ في الظهور تبدأ في الظهور إذا ظهرت يبدأ الوقت الثاني إلى أن ترتفع كما سأت بحديث الثاني إلى أن ترتفع قيد رمح بعد حديث بسأل السيد يقل حتى ترتفع وسكت عن المقدار لكن جاء في هذا حديث قيد رمح قيد رمح تقريبا قاد 15 مترا في النظر العين يعني وتقارب ربع ساعة يعني من بعد طلوعها إلى قريب ربع ساعة هذا كل وقت نهي بعد ذلك ينتهي وقت النهي إذا من طلوع من صلاة الصبح إلى ارتفاعها وبعد ارتفاعها بحدود ربع ساعة هذا وقت نهي إذا ارتفعت بعد ربع ساعة ينتهي وقت النهي ويبدأ لمن شاء أن يصلي الصلاة النافلة سواء صلاة الضحى أو صلاة الإشراق أو غير ذلك أو يعني يتقرب الله بالصلاوات في هذا الوقت فإنه ليس وقت نحي قال النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب هذا وقت الثاني قائم الظاهرة ما جاء سيأتي معنا لكن جاء في حد عقبة بالعامر قال ثلاث أوقات نهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا ومنها إذا قام قائم الظاهرة وهذا الوقت هو وقت الزوال بمعنى أن الشمس تشرق من الشرق ثم تبدأ ترتفع من جهة الشرق حتى تصل إلى كبد السماء بمعنى حتى أن تتوسط فأنت لو وضعت شاخصا أو وضعت حجرا أو عمودا أو عصا وركزته في الأرض وتتبعت مسير الشمس والظل وحركة الظل سوف تجد أن الشمس وأن قد غرست العصا وركزت العصا حينما تبدأ الشمس بالإشراق من جهة الشرق يكون الظل الظل العصا من جهة الغرب طويلا يكون طويلا فالشمس ترتفع والظل يقصر الشمس ترتفع والظل يقصر إلى أن يصل حالة يكون ظل العصا تحته يكون ظل العصا تحته بمعنى ليس له ظل وهذا غالبا يكون في الربيع لأن الشتاء تميل الشمس حول الجنوب وفي الصيف ترتفع حول الشمال فلا يكون الظل خالصا لكن المقصود أن هذا تصور إذا ارتفعت ثم توسطت كبد السماء وقصر الظل الذي كان من الجنوب ولذلك يقصر حتى يكون تحت العصا هذه الحالة التي يكون فيها ظل تحت العصا أو تحت الشاخص أو تحت هذه هي وقت النهي بمعنى أنه ليس هناك ظل لا جهة الشرق ولا جهة الغرب فإذا ما بدأ يظهر الظل من جهة الشرق لدى الشمس ذهب وتحول الغرب حين إذن انتهى وقت النهي فوقت النهي وقت قصير جدا هو وقت توسط الشمس في كبد السماء وهو اللي قلنا قبل اللقاء السابق يعبر عن العرب قد انتعل كل شيء ظله قد انتعل كل شيء ظله بمعنى أنه أصبح كأنه النعل يعني هذا النعل الإنسان حين يلبس النعل هو واقف تكون تحته لا يمين ولا إشار ولا أمام ولا خلف انتعل فكأن الشيء حتى لو شخص شخص كبير مثلا سيارة أو حجر كبير مثلا السيارة التي لها من تحت إذا توسط الشمس كبير السماء يكون ظل السيارة تحتها تماما لا يمين ولا إسرار ولا مام ولا خلف كل شيء الظل تحتها فكأن الظل أصبح نعلا للسيارة بمعنى أنها تحتها تماما وكذلك البهيمة لو كانت واقفة يكون ظلها تحتها فالمقصود أن في قوله صلى الله عليه وسلم حين يقوم قائم الظهرة وهو بمعنى أن ينتعل الشيء ظله وأن يكون ظله تحته في هذه اللحظة وقت نهي نهى النبي صلى الله أن يصلى في ذلك الوقت لكنه وقت قصير وقت قصير جدا حتى أن بعض العلماء قدره بمقدار قراءة الفاتح ألا أكد أن يكون دقيقة دقيقة ونص فهو قصير جدا طبعا أخبر النبي صلى الله أن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع أن 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 تلك صلاة المنافق ينقرها وقال كان بين قرنا شيطان أو بين قرنا الشيطان فيسجد لها الكفار فالنبي أسأل أنها عن هذا حتى لا تكون هناك أدنى مشابهة وإن كان المسلم بعيد طبعا لكن مهما كان يعني حينما تلاحظون ديننا وأنه يعني يريد أن يبعد أتباعه عن أي يعني مقاربة معه الكفر في مشابهتهم في لباسهم في أوقاتهم في عباداتهم في أحوالهم في هيئاتهم فمن هنا جاء الوقت النهي عن ولهذا تلاحظون أنه كله مرتبط من الشمس النهي سواء الذي بعد الصباح أو الذي بعد الصلاة العصر هو كله مرتبط بحركة الشمس لأن الشمس هناك من يعبدها وهناك من يتعلق بها وهناك من يعتقد فيها فالنبي صلى الله أراد أن يبتعد عن أدنى مشابهة أي تعلق وأن يخلص توحيدهم لله عز وجل فحتى هذه اللحظة الصغيرة التي قائمة التي قائمة قائمة الظهيرة أيضا أنها عن الصلاة فيها مع أن وقت محدود جدا قال وبعد العصر حتى تغرب وبعد العصر أيضا هذا هو وقت النهي الرابع الخامس أيضا كما قلنا في الفجر أن نهي يبدأ من بعد صلاة العصر وليس من بعد وقت العصر بمعنى أنه إذا كان العصر يبدأ أظن صلاة أو أربع إلا مادي ربع أو ثلث أنت لو أن أنك لن تصلي إلا أربع أو أربع ربع لا يبل وقت النهي إلا بعد أربع ربع بعد أربع ربع بمعنى أنه الوقت يبدأ من بعد أدائك لصلاة العصر وصلاة الفجر حتى تغرب الشمس فإذا غربت هذا نهي وإذا بدأت في الغروب إلى أن تغربت تماما وهذا أشد هذا هذا الوقت في النهي أشد سموين وقت ضرورة أشد وهذا يعني ولهذا حتى في صلوات الصلاة ذات الأسباب قال العلماء أنه تصلى في وقت النهي طبعا ذوات الأسباب قالوا يعني طبعا هو بعض العلماء يقول لا حتى ذوات الأسباب لا تصلى وقت النهي حتى ذوات الأسباب لا تصلى وقت النهي ولعل الصحيح إن شاء الله الراجل أنها تصلى أنها تصلى في وقت النهي ذوات الأسباب هي الصلوات أو كما يقول كل صناة إذا فات وقتها فاتت طبعا لاحظوا نتكلم عن النوافل وليس الفرايض الفرايض لا الفرايض ليس لها وقت نهي تصلى في كل وقت إنما كلامنا عن النوافل مثل تحية المسجد مثل ركعة الطواف مثل الكسوف إذا قلنا أنه سنة ونوافل الأخرى التطوعات من الصلوات هذه هي التي ينهى عنها في وقت النهي لكن إذا كانت من ذوات الأسباب مثل تحية المسجد تحية المسجد سببها دخول المسجد ولهذا أضيفت تحية المسجد فهذه من ذوات الأسباب من ذوات الأسباب ركعة الطواف هي سنة طبعا ونحبها يعني أو حتى إذا قلنا سنة الوضوء كذلك أيضا من ذوات الأسباب فقالوا إنها كل صلاة إذا فات وقتها فاتت ذوات الأسباب أو ذات السبب كل صلاة إذا فات وقتها فاتت أو كل صلاة من النواف طبعا لها سبب متقدم عليها كل صلاة لها سبب متقدم عليها فهذه هي التي يسمونها ذوات الأسباب مثل تحية المسجد أنت إذا دخلت وقت النهي تحية المسجد مثلا دخلت بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر الساعة مثلا خمس ونص لكن تصلي لكن إذا دخلت عند طلوع الشمس هذا وقت حرج ينبغي أن لا تصلي لأنه وقت ضيق وضرورة وهو قلية طبعا من بدء طلوع الشمس إلى ارتفاعها هذا ينبغي أن لا تصلي تنتظر وخاصة العصر العصر إذا بدأت في غروب لا تصلي إلى أن تغرب أما بعد العصر الطويل لا لا مانع أن تصلي المقصود أن هذه أوقات النهي الخمسة قال وما في معناهم الحديث العاشر وهو حديث حديث أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطفع الشمس لا صلاة هذه العلماء يسمونها النحا والبغويون يسمونها لا النافية للجز لا النافية للجز لا صلاة بل صبحي طبعا لا خبر أطبعا لا رجل في الدار لا رجل في الدار يتوقف المعنى على مرادك أو على مرادك لا رجل في الدار طبعا الغالب أنك تريد تريد أن تقول لا رجل موجود لا رجل موجود في الدار لكن حيث إذا أردت أن تسب تقول لا رجل يعني ما في رجال يسوى أحيان حسب تقدير كلامك حيث تقول لا رجل في الدار يعني ما عندنا رجال يعني هذا ما يسوى فلاحظ أن تقدير خبر لا يتوقف على المعنى المراد لا رجل في الدار العصر أنه لا رجل موجود ويسميه العلماء نفي الحقيقة نفي الحقيقة لا رجل يعني لا رجل لا رجل موجود لكن لو كنت تريد لا رجل يعني يستحق اسم الرجول هذا غالبا لابد أن تدل عليه قرينة تدل عليه قرينة وغالبا يفهمها المخاطب حينما تقول والله قد تتحدث مثلا مع إنسان تريده أن يحرس بيتك أو ينتبه لأولادك وقد تقول فيه فلان كان لا لا رجل في الدار هذا موضوع لا فيفهم التقدير من السياء كذلك هنا لا صلاة بعد الصبح إما أنك مراد لا صلاة موجودة أو لا صلاة صحيحة أو لا صلاة تامة ولهذا العلماء لهم كلام كثير جدا في مثل هذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرر بفتح الكتاب هذا يسمونه المقتضي في الدلالة الاقتضاء الصوليون يسمونه المقتضي وتقديره والدلالة العيه الدلالة الاقتضاء طبعا لا يمكن أن يكون النفي نفي الحقيقة لا ثلاثة موجودة جاء لنا وقال صلى لسان لو صلى صلى لو أن لو أن النسان صلى في وقت نعي وأتعب بحركات الصلاة والقراءة والتسبيح والذكر والركوع والسجود فهو أدى الصورة فإذا حينما نقول لا صلاة خاصة في الحديث عن السنة وعن القرآن غالباً غالباً المنفي هو الحقيقة الشرعية وليس الحقيقة الحسية المنفي هو الحقيقة الشرعية فلا صلاة إما أن نقول لا صلاة صحيحة أو لا صلاة تامة وكاملة لا بد غالباً أحد التقديرين ومن هنا ينشأ خلاف علماء مثلاً في لا صلاة لمن لم يقرأ بمجهة الكتاب هل المقصود لا صلاة صحيحة أو لا صلاة تامة فالعلماء الذين يقولون أن الفاتحة ركن وأنه لا صح صلاة بدونها يقدرون لا صلاة صحيحة لا بمعنى لا صلاة لا صلاة صحيحة لا صلاة صحيحة شرعاً إلا بقراءة الفاتحة والذين يروا أنه ليس تركنا وأن المطلوب كما عند أبي حني رحمه الله وإن يرى أنه واجبة لكن لا يرى أنه فرض يقول التقذير لا صلاة تامة لا صلاة تامة فالصلاة صحيحة لكن غير تامة فهو لم ينفي لا يرى أن لا هنا تنفي الحقيقة الشرعية كاملة وإنما تنفي الكمال أو التمام طبعا أوردت هذا من باب الإضاحة لا تكلم عن الراجح تكلم عن حتى يفهم كلام أهل العلم في هذه التقديرات فهنا لا صلاة بعد الصبح يعني الصحيحة أنه لا صلاة صحيحة ليس لا صلاة موجودة لا لا صلاة صحيحة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وهنا عبر قال حتى ترتفع الشمس والحديث الأول قال حتى تطلع الشمس أو حتى تشرق الشمس فلاحظ الفرق بين التعبيرين حديث من عباس قال حتى تشرق أو حتى تطلع وحديث أبي سعيد حتى ترتفع إذن حديث أبي سعيد بين الوقتين أن النهي ممتد إلى أن ترتفع بينما حديث من عباس قال تشرق والإشراق يصدق بخروج جزء منها الإشراق أو الطلوع يخرج يصدق بخروج أو بظهور جزء منها بينما ارتفع لا الافتفاع أكثر من مجرد الطلوع أو مجرد الإشراق ما ذكرنا الوقتين في هذا قال لا صلاة على الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس حتى أيضا في تغيب وتغرب الفرق بينما كذلك في حديث من عباس حتى تغرب والغروب يصدق ببدئها بينما أبي سعيد حتى تغيب والغياب يصدق بأن تغيب كاملا أن يغيب قرصها كاملا يحتج بينما تغرب يصدق الغروب ببدئها أو شروعها في الورو نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمري بن علاس وعبي هريرة وصمرة بن جندب وصلمة بن العكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعبي بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمري بن عبسة الصلم وعائشة رضي الله عنهم والصنابح ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف اللو المقدس في كتابه العمدة وفي الباب يعني حدث حدث النهي حديث رواها علي ابن طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن عاص وأبو هريرة وسمر بن جندب وسنف الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وتأكدوا هل هو معاذ بن جبل أو معاذ بن عفراء زكريا تأكدوا هل هو معاذ بن جبل أو بن عفراء هو بن جبل على كل حال لأن حتى الشارع ترجمة للمعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبو أمام الباهلي وعور عبسة السلم وعائشة رضا أجمعين والصنابح ولم يسمع بمعنى أنه مرسل لم يسمع من النبي صلى الله وسلم العلماء العلماء حينما يقول وفي الباب قال وفي الباب يعني كذا بمعنى أنه أحاديث لكن طبعا هو الشيخ المصنف التزم أن تكون أحاديثه من الصحيحين أو من أحاديهما وإن كان فيها حاديث يعني تعقبه علماء أنه صحيحين لكن هو التزم في العمدة العمدة الأحكام كتاب هذا بين أيدينا أنه يلتزم على ما ورد في الصحيحين أو أحدهما فقال وفي الباب يعني يوجد لكنه قد يكون من الصحيحين ومن غير الصحيحين فالشيخ يريد لطالب العلمي أن يؤكد له أن هذا حديث النهي عن الصلاة عن نوقات المنه عن الصلاة فيها هي يعني تكون يعني لا أقول متواترة لكن مشهورة أو حتى متواترة فهو قال كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أوقات النهي لكن معنى وفي الباب يعني بمعنى أنه في الباب حاديث يصح أن تكتب هذا تعبيرهم حينما يقول مثلا أبو الترمذ يقول وفي الباب كذا وكذا أو ماجه وفي الباب أو أبو داود يقول وفي الباب كذا وكذا فالمراد فالمراد أن في الباب أحاديث لا أن 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 ما رواه عن ابن عباس وابي سعيد هو نفسه قد رواه علي ومن ذكر من هؤلاء علي وعبد الله بن مسعود وعايشة إلى آخره لا المراد أن أنه رويت أحاديث عن هؤلاء لكن ليست هو نص الذي عن ابن عباس وعن أبي سعيد الذي أورده الشيخ فقوله وفي الباب يعني أن في الباب أحاديث يصح أن تكتب في هذا وأن يعتمد عليها في إثبات الأحكام في ما وردت فيه أو ما رويت هذه الأحاديث فيه أو نحو ذلك هذا هو المراد في هذا والله على مصلاة وعلى محمد وعليه وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر